أنت إذا أعطيت من وقتك للقرآن مثلا في اليوم والليلة تعطي من وقتك كم للقرآن الآن للأسف بعض الناس قل هذا الحمد لله فيه خير لكن في الحقيقة تنظرنا إلى حال السلف لا شك أنه فيه تقصير كثير من الناس إذا دخل شهر رمضان يختم القرآن ختمه يعتبر هذا إنجاز عظيم أو ختمتين وهذا فيه خير الحمد لله لا شك فيه خير عظيم لكن الذي يريد الدرجات العالية يريد أن ينافس السلف رحمه الله تعالى وأن يلحق الله بهم يتشبه بهم ما يكون حاله هكذا إذا كان الصحابة في الأيام العادية في الشهر الواحد أقل شيء يختمون القرآن أربع مرات كيف أنت في شهر القرآن تختم القرآن مرة واحدة فعلينا أن نراجع أنفسنا يعني الختمة الواحدة يعني كأنك تعطي القرآن في يومك نصف ساعة نصف ساعة في شهر القرآن في اليوم هذا قليل يعني هذه سهلة بعد صلاة الفجر اقرأ عشر دقائق مثلا في عمله قرأ عشر دقائق أو العصر قرأ عشر دقائق قبل أن ينام قرأ عشر دقائق ماذا تفعل في باقي الأوقات في شهر رمضان وهو شهر القرآن لذلك هذا حال كثير من الناس يعني يضيع الأوقات في القيل والقال والمجالس واللعب والكرة والطائرة والمسسلات ويرى أنه ختم ختم القرآن هو مرتاح لما ينتهي شهر رمضان من السهل أن يتنازل عن هذا الوقت لأنه ما كون صلة قوية بينه وبين القرآن لأنه من السهل يقرأ نصف ساعة يقسمها عشر دقائق عشر دقائق وينتهي لكن الذي يعطي القرآن من وقته مثلا أقل شي خمس ساعات ساعة في الصباح ساعة في الظهر ساعة العصر ساعتين العشاء ستكون بينه وبين القرآن علاقة وطيدة وصلة وثيقة لأنه إذا أعطى من وقته خمس ساعات مثلا للقرآن يعني أقل شي ممكن كل يومين أو ثلاثة أيام يختم ختمه يعني ممكن يختم في رمضان عشر ختمات أو أكثر هذا الذي يختم عشر ختمات تخيل في شهر واحد مستحيل إذا خرج رمضان أن يهجر القرآن وما يقرأه على الأقل سيقرأ القرآن في الشهر مرة يختم كل شهر مرة ربما هذه الختمات تؤثر في قلبه تعلق قلبه بالقرآن فيفكر في حفظ القرآن يحفظ القرآن و انظر هذه الختمات الكثيرة المتوالية المتكررة تظن أنها لا تؤثر في قلبك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني لا شك أنها ستزيد في إيمانك ستؤثر في خشوعك في صلاتك ولذلك يعني الإقبال على القرآن في شهر رمضان له أثر كبير جدا على الإنسان في صلاح قلبه في صلاح صلاته في صلاح أخلاقه أن تكون حقا من أهل القرآن فهذا ما يأتي بالنوم والكسل واللعب واللهو في شهر رمضان هذا يأتي بالإقبال الجاد على القرآن الكريم في شهر رمضان تفرغ كل وقتك اللي يقول كيف يكون برنامجي في رمضان وجدولي في رمضان ما يحتاج تضع جدولا كل وقتك للقرآن نعم كل وقتك بلا مبالغة تجعله للقرآن و أنت تمشي و أنت في السيارة و أنت في المسجد و أنت في عملك إذا أديت الأمانة و الواجب الذي عليك ما عندك شيء بدل أن تتكلم مع فلان و فلان أو تمشي لا اجعل عندك القرآن اقرأ القرآن و هكذا تقضي كل أوقاتك في الليل و النهار في القرآن الكريم ستجد حلاوة ستجد لذة فهذه فرصة عظيمة لأن نصلح حالنا مع القرآن الكريم في شهر رمضان